شوف اتقلت دلوقتي حتة جملة قبل ما نطلع المهم ان انا بقى متغير ما سندش على نجاحات سابق ده كان على خلفية ايه؟ على خلفية المناقشة بتاعت صناعة هذا المسلسل المشاهد المشاهد اللي انا بشوفها حقيقة دونة مجملة هي مشاهد عبقرية جدا لانه انت حطيت فيها منظورك لخيرة الشطر فعلا وده واضح في نظرة العين في حركة اليد في البادي لانجوج لها مش بالضرورة تكون صورة تبقى الاصلة من خير بيتر ميمي بيتر ميمي اللي كنت اصدقى هقولك حالا يعني كل ده طبعا اشكرك جدا عليه وحاس ان هو من حقي وكل حاجة يعني بعدم كلمات العظيمة الكثيرة بيتر ميمي اساسا الاستاذ المخرج بيبقى دوره مهم مفيش عمل ناجح لليا دور مناور فيه اللي كان وراه جزء مهم مفاش الظهر مفاش الظهر مبجملش حد لان الاعمال اللي ما نجحتش فيه حاجات اشيال انا مسئوليتها يمكن عشان انا كنت بعدش خمرة مثلا في العمل في الاول او كنت انا معرفش المهم واجزاء تاني من شئالها المخرج هنا بيتر ميمي اللي هو دور اساسي لان انا كنت اخد شخصية في حتة لغات ما وصلنا ان هو عشان هو رجل علمي كمان هو طبيب اصلا فرجل فكلمنا بالنسب والنسب دي انا انا الطريقة لانا بحب اشتغل بها مع المخرجين اه الكبارك واللي بحبهم يعني اللي حققت معو بنجحت زي برون حايمة زي اللي هشي في عرف او زي سامة عامد العزيز اللي هو نكلم علي اا 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 ااا احمد عبد الحميد يعني فيه ديس اا بيقول او اعمل اعمل مثلا الانه حاجة عمله كده فيقول لي تنزل 40% كده انا يفهمك انزل 40% اعنى انا اوفر هنزل بالدرجة دي بروه انا حافظ يقول له جسر هايل اللي انت عملته هننزلوا 20% فانقوله انا نزل 20% ابقى 80% اقول لي لأ تبقى 20% اقوله مالا هايل يعني بس اصدقى انه بقولي شمال او يمين يعني ايه شمال او يمين يعني مثلا بيتر اول يوم فاول مشت قال لي لا انا طبعا كده فين طبعا فين ايه يعني ارتبكت لها قال لي لا اهدى اهدى بكتير فاجيب اشاهد اقوله اهدى ده ده انا عايز اقوله ما اتقصر يقول لي ادادة بس هو حتى لو اجوه كده ما ممكنش بيعمل كده وبدأ بعد كده يقول لي مصدقني ولا وريك ريفرنس وبتاقه هو جه في مخرج بيبقى بالبلد كده راكن على نجومية الفنان اللي معا فيقول لك ايه انا معي خلد الصاوي هو عارف هيعمل ايه دول مش المخرجين الجمدين للأسف عشان بس مصدقش حد يمكن ده يا صاحبي ماشي يمكن بيحبيني يمكن اعملي اعتبار يمكن استقبارني النامها مفدنيش ولا انا فدته فبيتر من اللحظة الاولى ما ركنش الركني لا ما قوله مع ايه موصل حلو عشان كده انا بقول الاسماء اللي انا ذكرتها واخرين وفيهم مخرج ممكن يبقى بس الاسماء اللي استاذ محمد علي بس عملت معي اهل الكاية مش هنسى ايه امده ومش هنسى كانين هي يقول لك ايه اقروا كده المشهد واحنا بنرى المشهد يقول يقولوا اقروا بحناها خلص يخليك ريلاكست قوي لدرجة الان تقوم تجيب بس الاسماء اللي ارى تكمل مش هفقيه تشرب اه تدخين مدرر الصحة كل الناس بسببات عشان انا في التميزيون المصري وانا موقع بفعلا من درجة الصحة ان شاء الله هبطر اه واحد ويقولك بس بس تاني من الاول وانت هتعمل حركة بس بدل ما اتروح ويبدأ يعمل لك ده يجي يفود لك يقولك حاجة يبدو انها صغيرة بس يقولك تجيب تاني خاص لما يقولي لا هي في اللحظة دي زي اختك هي مش زي حبابتك يبقى واحدة في الاداء في حيطة فهلا قص دي مش لازم مخر يكون واحد بيزعق ومش لازم يكون واحد بيرغي ومش لازم يكون واحد يزعق ومش لازم يكون واحد كان نفسه بمثل ومعرفش فبيطلع عامه بمثل ومش لازم يكون واحد ده اللي يحب لا المخرج ده بنقولي يا أستاذ عشان هو مايستور تقع الحكاية كلها ان حافظ على هذا كان أستاذا ولو عده استجسا يستحق الأستاذية يا طبعا أنا ملاقى ماشي وراك ليه أنا ما زلت الحمد لله بلعب في الملعب يا رب واحد اللعب كثيرا فأنا راجل بلعب انت استقررين عليك انت تبقى المدرق مش قلنا انت لو بنلعب كرة في الشارع وجبناك حجم هنحترمك يبقى احنا جبنك مخرج لازم احترمك لقيته مش حلو ما تستغلش معتان شكرا